في الفترة من 28 لين الثلاثين من شهر مارس المقبل بذن الله راح تنطلق فعاليات المؤتمر الاقليمي للتعلم الالكتروني تحت شعار التعليم الالكتروني تعليم للجميع حول هذا الموضوع يصنع نلتقي المهندس نادر معرفي مدير المركز الاقليمي لتطوير البرمجليات التعليمية انا سعيدة بوجودك معانا مهندس نادر وايضا متضحفنا اكثر حول هذا الموضوع اللي بصراحة شدني من خلال الشعار اللي اخترتوه التعليم الالكتروني اللي بات يعني يشغل الكثير انا ما عاد يعني استوعب ان ممكن يكون فيه قلم وورقة وكتابة وامتحانات شذي كلها صار الالكترون وكلها باي كليك وكلها الشغل صار الالكتروني يعني ما عاد فيه صعوبة للدراسة والتعليم صح شذي ان شاء الله طب اول شي يسعد بساكم وصراحة شرفني ان احضر وياكم اليوم بهذه المناسبة السعيدية وفي فترة احتفاليات دولة الكويت بمناسبة عيد الوطني الخمسين وعيد التحرير وكذلك عيد اللي كلنا يعني مرتاحين مستنصر فيه وجود اميرنا المفدأ الشيخ صباح الاحمد الصباح على رأس المقاليد الحق في دولة الكويت الحبيبة طبعا مثل ما تفضلتي التعليم التعليم طبعا هاجس الجميع صحيح التعليم الالكتروني يمكن من اسمه يقول ان الواحد ان كل شي يكون الكترونيا او هذا وهو بالواقع هو استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في توصيل المعلومة للمتلقن او للطالب فلهذا السبب سميه بالتعليم الالكتروني فيه تعريف اخر له ان محتوى الدراسي او محتوى الكتب كلها هذي تصير الكترونيا وممكن ان الطالب يتلقنها الكترونيا باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة والكمبيوترات صحيح يمكن انا بسألك مهندس نادر بخصوص المركز الاقليمي ليستطور البرمجيات تعليمي ناخذ لمحة سريعة جدا حولا ان شاء الله البركز الاقليمي للتطوير البرمجيات التعليمية انشئ بمبادرة من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي وبرنامج من الامم المتحدة الانمائي سنة 1989 بموجب اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية وهذه الاتفاقية وقعت في نيويورك لانشاء مركزين متضامنين المركزين واحد فيهم في مصر والمركز الثاني في الكويت المركز اللي في مصر كان اسمه هو ما زال اسمه فريتسك هو لإدخال تقنية المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية والمركز اللي بالكويت اللي هو الريتسوفت اللي هو لتطوير البرمجيات التعليمية للمنطقة العربية طيب يعني بعض هذه الفكرة الشام لحول هذا المركز أنا الحين بدخل في سياق موضوع المؤتمر الاقليمي نتكلم عن هذا المؤتمر وآلية الاعداد للمهندس نقدر طبعا هذا المؤتمر هو المؤتمر فريد وجديد على أنه عاد في دولة الكويت يعتبر المؤتمر الاقليمي الأول اللي يقام إن شاء الله في دولة الكويت في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2011 برعاية سامية من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وينظم هذا المؤتمر جهات عديدة منها الريتسوفت مركز القليمي للتطوير البرمجيات التعليمية وزارة التربية والتعليم دولة الكويت مؤسسة الكويت القدم العلمي ومعد الكويت الأبحاث العلمية وما ننسى بتعاون فعال وكبير من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للبعلوماتية كذلك الصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي يرعى هذا المؤتمر إضافة إلى الصندوق الوقفي الأمان العام للأبقاف أيضا البندل الإسلامي للتنمية وإضافة إلى شركات متعددة منها شركة إبلا ومؤسسة البترول الكويتية وشركة الديار المتحدة إن شاء الله ما تكون نسيت ماشاء الله يعني مؤسسات رائدة ولها وضحة في الدولة مشاركة في هذا المؤتمر كل هذه الأهمية لهذا المؤتمر نتكلم عن أهمية هذا المؤتمر على الصعيد العلمي كون كل هذه الشركات والمؤسسات مجتمعة على هذا المؤتمر طبعا للمؤتمر أهمية خاصة لأولياء الأمور للطلبة للمدارس لوزارات التعليم ووزارات التربية في المنطقة العربية طبعا تطلق أهمية المؤتمر من جملة نقدر نحددها في جملة من الأهداف العامة للمؤتمر اللي يبين فيها أهمية هذا المؤتمر أول شيء هو المؤتمر أرض خاصبة لتبادل التجارب والخبرات العملية والعالمية في مجال التقنيات والتعلم الإلكتروني وأيضا مجال لتطوير المؤسسات التعليمية لأن من أي مؤتمر تخرج توصيات وتطلع توصيات هذه التوصيات تساعد على النهوض بالمؤسسات التعليمية وتحل الخلل وأيضا يستفيدون من تجارب المؤسسات المشابهة أو الوزارات المشابهة أو المدارس المشابهة إضافة إلى أنها تحفز البيئة التعليمية الإلكترونية وتضع معايير خاصة ممكن أنها تكون معايير معتبدة في قضية التعليم الإلكتروني كما تهيئ الأبناء والطلبة للتفاعل الفعال مع المناهج ومع الدراسة ومع قضية التعليم الإلكتروني إضافة إلى ذلك تعطي وسائل وطرق وتهيئ المعلمين أن يستخدمون هذه الأساليب في توصيل المعلومة بأسرع وقت ممكن وبفعالية لأبناء النطلبة باتت بعض المدارس وزارة التربية تاخذ جزء كبير من العمل الإلكتروني يمكن باتت المدارس تستخدم الكمبيوتر والإنترنت في التدريس وهذا شيء وايد طيب ويقامت هذا المؤتمر الأول من النوعة الإقليمي في الكويت هذا دليل على أنها ثبتت أقدامها الثورة الإلكترونية وبات الواحد لازم يتعلمها إذا لازم نسوي مسح أمي للي ما يعرفون في وايد ناس ما تعرفين الاستخدام فلازم يتعلمون نروح نشوف المشاركين الجهات المشاركة سواء من داخل الكويت وخارجها احنا طبعا أعلننا عن المؤتمر قبل تقريبا أكثر من عشر تشهر صار نشتغل في عملية تنظيم المؤتمر وصلتنا إلى الآن أكثر من 106 ورقة علمية مشاركات من حوالي 26 دولة سواء كانت دول عربية أو دول أجنبية اخترنا طبعا كانت عندنا لجنة محلية لتحكيم وهم من المتخصصين في مجال التعلم الإلكتروني وأيضا عندنا لجنة دولية اللي أيضا حكمت هذه الأوراق وصلنا إلى تحكيم الأوراق واخترنا حوالي 26 ورقة من أصل 106 من أصل 106 يعني الخلاصة أن هذه الأوراق تكون قابلة للعرض في هذا المؤتمر ومنها إن شاء الله نطلع بتوصيات جيدة طبعا من 20 دولة في المنطقة ودول الأجنبية إضافة إلى ذلك رح تكون على هامش المؤتمر رح يكون هناك 4 ورش المية الدراسية على فترة تطبيقية على فترة يوم واحد لمدة ساعتين كل ورشة وثلاث ورش منهم باللغة العربية وورشة باللغة الإنجليزية شيء وايد حلو شيء وايد رائع إن شاء الله يا رب التوصيات تطبق على أرض الواقع أنا بيعرف اخترته شعار التعليم الإلكتروني تعليم للجميع شو معنى هذا الشعار؟ الشعار إن هذا التعليم مو فقط للطالب لي اتركوا في القناة